نقلت وكلة ريترز عن وزارة الطوارئ الروسية تأكيدها أن موسكو بدأت إجلاء رعيها من قطع غزة وأن أكثر من ستين من حامل جوزات السفر الروسية عبروا إلى مصر وأوضحت الوزارة الروسية أن المتخصصين لديها يقدمون المساعدة الطبية والنفسية للمواطنين وكانت عملية الإجلاء قد توقفت عدة مرات الأسبوع الماضي بسبب القصف الإسرائيلي الذي أصاب قوافلة طبية أو استهدفها توجهت طائرة الإغاطية 18 من الجسر الجويوي الكويتي إلى مطار العريش وعلى متنها مواد غدائية وأجهزة ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طن لإغاطة قطع غزة يأتي الجسر الكويتي بتنصيق بين عدد من الوزارات الكويتية والهلال الأحمر المصرية لتلبية احتياجات الأشقاء في غزة